وضعت السعودية والإمارات حداً للتشكيك في وحدة صف تحالف دعم الشرعية في اليمن والتنصيق بين البلدين وفي بياناً واضح الأهجة أكدت الدولتان تكثيف جهودهما على مستويات سياسية وعسكرية وإغاثية وتنموية بمشاركة دول التحالف وشدد بيان وزارتي الخارجية السعودية والإماراتية على حرص حكومتيهما للمخافظة على الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأعربت حكومتال بلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات على خلفية أحداث عدن وأبين وشبوى كما طالبت السعودية والإمارات بسرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت إليه السعودية بهدف معالجة أسباب والتدعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية ودعت الدولتان إلى ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك وإعادة انتشار القوات الحكومية تعمل اللجنة المشتركة السعودية الإماراتية على معالجة الأحداث الأخيرة وتثبيت وقف إطلاق النار في شبوى وأبين واستكمال الجهود والإجراءات في محافظة عدن وفي هذا الصياق دعت تحالف كل الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربسين باليمن مثل الميليشيات الحوث الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيمي القاعدة وداعش